السلام عليكم أصدقاء في مقطع جديد هذا الفيديو سيكون عن Airdrop Bitcraft و Airdrop Ordify نبدأ بAirdrop Ordify العملة حاليا في مرحلة الاكتتاب رابط التسجيل ستجده في صندوق الوصف بعد الضغط عليه سيحولك إلى هذه الواجهة ثم تختار طريقة التسجيل إما عن طريق المعلومات الخاصة بك أو عن طريق جوجل بعدها تظهر معك واجهة الAirdrop بهذا الشكل تشبه نوعا ما Airdrop BRC Up عبارة عن تجميع نقاط هنا لديك دعوة الأصدقاء وتحصل على 10 نقاط كل يوم وهنا تقوم بنشر تغريدة كل يوم فتحصل على 10 نقاط وهنا إضافة عنوان محفظة الإثيريوم وتحصل على 50 نقطة تضغط هنا على تويت تقوم بنشر التغريدة من هنا ثم تحول إلى هذه الخانة وتقوم بتأكيدها تضغط هنا على تويت ناو ثم تقوم بنشر هذه التغريدة وتنسخ الرابط الخاص بها ثم تعود للموقع ثم تقوم بالتحويل من هذا المكان إلى هذا المكان وتضع رابط التغريدة التي نشرتها ثم تضغط على Verify فيبدأ معك العد السنازلي كل 24 ساعة تقوم بهذه المهمة الخطوة الثانية هي إضافة عنوان الإثيريوم تذهب إلى محفظة التراست والد ثم تقوم بنص عنوان الإثيريوم وتعود للموقع ثم تضغط في هذا المكان وتضع عنوان الإثيريوم هنا وتضغط على حفظ هذا كل شيء بالنسبة لأيردروب كل يوم تدخل إلى هنا فتقوم بنشر هذه التغريدة وتأخذ 10 نقاط نذهب إلى إيردروب بيتكرافت ستجد أيضا رابطه في صندوق الوصف بعدها سيحولك إلى هذه الواجهة تضع هنا الإيميل الخاص بك ثم تضغط على أنت بعدها سيصلك رابط للتحقق على البارد الذي وضعته سيصلك إيميل بهذا الشكل تضغط هنا على Socor Login بعدها ستضع هنا اليوزر نيم الخاص بك ثم تضغط على أنت ثم توافق على كل هذه الشروط وتضغط على إجري بعدها تظهر معك واجهة الأيردروب بهذا الشكل وهنا تجد طرق الرفح الطريقة الأولى هي عن طريق إكمال المهام والطريقة الثانية هي عن طريق الألعاب والطريقة الثالثة هي عن طريق رابط الإحالة وبالنسبة للأيردروب بدأ في 7 مارس وسينتهي في 31 يعني متبقي تقريبا ثمانية أيام تضغط هنا على إكمال المهام بعدها تظهر معك واجهة المهام بهذا الشكل المهمة الأولى خاصة بالديسكورد تقوم بربط الديسكورد تأخذ 150 نقطة أيضا تقوم بربط التويتر وتأخذ 100 نقطة وبعض المهام البسيطة مثلا المهمة الأولى خاصة بربط الديسكورد تضغط هنا ثم سيحولك إلى الديسكورد تضغط هنا على أوتوريتم ثم تعود للموقع وتضغط على نفس المهمة ثم تضغط على كليم ريوارت وهكذا تكمل باقي المهام كان هذا كل شيء أصدقاء عند الانتهاء من الأيردروبات سيتم نشر طريقة تحويل النقاط وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله